رحلة عيدة أهلا بك يا أصحابي دلوقتي البلون هياخدنا ويطير في مغامرة جديدة معيحي يا كنوز وسينو عن الصناعة والزراعة في مص القديمة يلا بينا نشوف لو سمحت يا كنوز قوليلي البلستيشن بتاعي فين ما عرفش دور عليه هنا ولا هناك أنا بصراحة يا يحيا مش فاهم انت بتقول ايه وحاسسها تعويزة سحرية وخايف منك جدا لا يا سينو مش تعويزة دي لعبة عادية يحيا بيلعب بيها ده جهاز يسينو كده موجود في العصر الحديث ومصنوع مخصوص عشان نلعب عليه ألعب حل وقوي انتو الصناعة في زمنكم تطورت جدا يا يحيا دلوقتي يا سينو بقى في مجال اسمه الصناعات التكنولوجية ومن مصريين القدماء عرفوا الصناعة؟ طبعاً وكانوا متقدمين فيها كمان طيب كانوا بيصناعوا ايه يعني يا سينو؟ صناعة الفخار كانت واحدة من صناعات كمة المهمة المصريين القدماء اعتمدوا في بيوتهم ومعابدهم وحياتهم اليومية على الأواني الفخارية وفيه كمان الحدادة والنجارة واستخدام النحاس والبرونز لصناعة أدوات الحفر والنحت والشق الأشجار عشان يقدروا ياخدوا الخشب منها ويستخدموه في صناعة المراكب والتماثيل الخشبية وحاجات تانية كتير وكانوا بيستخدموا القوارب الصغيرة للحركة من مكان لمكان على شط النيل المصري القديم كان بيستغل كل موارد الأرض اللي هو عايش عليها عشان يقدر يخلي حياته أحسن اكتشفوا الأحجار الكريمة والمعادن واستخدموها في الصناعة وعرفوا الحرف اليدوية وكانوا مميزين فيها طيب الخشب وعرفنا استخدموه في إيه والأحجار في التماثيل والأهرامات المعادن بقى عملوا بها إيه أسلحة الجيش عقود وخواتم وحاجات كتير لزينة المرأة كل واحد فيكم شاف الجزء اللي يهمه في الموضوع يحيى بكرة يبقى شاب قوي ويدافع عن بلده وكنوز تبقى ستة جميلة شبه سيدات كمة العظيمات يعني مين فينا اللي صح ومين اللي غلط انتوا الاتنين صح المعادن فعلا استخدموها لصناعة أسلحة الجيش الدرة والخنجر والسهم والرمح وحاجات تانية كتير وبرضو استخدموها لصناعة حلي المرأة الستات في كيمت كانوا جميلات ومش شبه أي ستات في الدنيا يا كنوز عرفوا كمان صناعة مصاحيق الجمال توعدني يا سينو لما نرجع العالم القديم تخلينا عمل خط موضى باسمي كنوز فاشون يا سلام هيبقى تحفى تحفى وانت توعدين انك تعلميني ازاي ألعب الميكانه ده طيب وانا هعمل ايه انت بقى تقولي طريقة صناعة البلايستوتيشن ده ولما رجع كيمت حصنع جهاز شبهه واقولوهم اني انا سينو اللي اخترعتوا ها 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 هاumuz ها 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 هاه رحلة عجيبة في كيمت التجارة كانت قيمة على منتجات الزراعية أول تجارة مع البلاد القريبة من كيمت وكانوا بيجيبوا إن البلاد القريبة من كمت كانوا بيجيبوا حاجات كثيرة قوي زي الزيوت والنباتات والأخشاب والحيوانات البرية اللي مش موجودة في مصر إنتوا عارفين كمان يا أصحابي إن المصر القديم هو أول من صنع الزجاج ودلوقتي يا أصحابي خلصت حكايتنا استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة موسيقى